صلوا على نبينا محمد أيزي المشاهدين مباراة ثانية أمس لم أشاهدنا صراحة الأهداف الحياة تخيرت أيزي المشاهدين مكري وقت كان مبارايات من ضيعهاش أبدا أنا المنتخب البرتغالي ضد المنتخب البولندي في هذا المنافسة الأوروبية كما تشاهدون أنا من مشجعي كريسيانو رونالدو مشجعي المنتخب البرتغالي المنتخب البولندي صراحة يعني ما نعرفش يعني لعبيه كثير ولكن نعرف أنه عنده لعب مثل ليفاندوفسكي أما الباقي يعني صراحة ما نديش فكرة عليه أو على المستوى اللي راح فيه وعلى مستوى اللعبين أما المنتخب البرتغالي فهو معروف وغني على التعريف أنا كما تشاهدون حضور يعني عدد كبير من الجماعير من أجل مشاهدة أنا نقول بأنهم من أجل مشاهدة كريسيانو رونالدو وشفت في تصريح آخر لأحد اللعبين اللي لعبوا ضد كريسيانو رونالدو لعب جزائري لعب بخنشوش لعب ضد كريسيانو رونالدو في مباراة ودية شوف شوف الضون قال له يعني لما تشوف كريسيانو واقف أمامك ويمشي وخاصة لما يقوم بالأكسليراسيون يعني أكسليراسيون هي الانطلاق السريعة لما يقوم بها قال لك تشعره كأنه هو لعب يعني ليس مثل باقي اللعبين وهذا بسبب التدريبات الكبيرة معلش خلينا نرجع للمباراة هنا المنتخب البرتغالي شوف ليو هذا ليو صح ليو شوف كيف يدخل بين لعبين شوف القوة البدنية وهناك أمر يجيب التنويه عليه هو أنه أوروبا الشرقية معروف عليها قوة بدنية يعني البولندا يعني معروفين بالقوة البدنية ولكن حتى البرتغاليين هنا حاضرين بقوة وخدمين لعبين المنتخب البرتغالي يلابوا في أندية كبيرة ويلابوا في منافسات أوروبية كبيرة ومعروفة للبرتغال أنه بلد كرة القدم يعني صراحة يعني نواديه مثل سبورت انجليش بونا بورتو من أشهر الأندية في البطلات أو المنافسات الأوروبية توزيع يبحثون عن دون ولياو ومرت هنا أمام من؟ دعا يا سيلفا برونو شوف برناندو سيلفا وبرونو فرنانديس أنا صراحة يعني لسوا من محبين برونو يعني لما شوفوا يلعب أشمائز صراحة يعني بكل احترامتي يعني مع كل احترامتي لكل لعبين مع كل احترامتي لكل مشجعين هو لاعب صراحة لكن يعني أشعر بأدم الراحة لما يكون يلعبه نحس كأنه ما يحترمش الكبار عليه وهذا حقيقة توزيع هنا بولندية دفاع يسقط وخطأ للمتخب البرتغالي شوف كريستيانو النظرات الخاطفة النظرات خاطفة في كل مكان كوران لياو دفاعي اتدخل شوف هنا كورا شوف الكل يبحث عن دون ولكن دون عنده رقابة بنغم أنه يلعب في السعودية ويلعب في نادي النصر السعودي مازال لحد الآن كريستيانو رونالدو مصدر للخطر في المنتخب شوف تمريرات ولمساته مازالت حاضرة وإي لايب يدخل على كريستيانو رونالدو يعني يشعر بالشرف لأنه ستبقى لقطة خالدة في تاريخه مشواره شوف رونالدو تسديدة بعيدة مرت عالية وبعيدة لياو دفاعي الدخل هناك ورات تصادمات بدون أهداف لحد الآن اوكي 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 دفاعي الدخل شوف دفاع كيف يدخل هنا نونو مانداز تمريرات ممتازة كانت ونونو يدخل اوكي 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 توزيعها عالية بعيدة صراحة يعني نتخب بولندي يعني كان عنده قوة في فترة من الفترات الماضية يعني كان عنده لعبين يعني مثلا الحارس تشيزني كان إلا في أرسنال أنا حس ما أعتقد ليفاندوفسكي ما عرفش سبب الغياب هنا هو ليس حاضر في تشكيلة الأساسية صح اوكي كورات كثيرة هنا بيدون عنوان في كل الجهتين سواء بولندا أو بورتغال كورات لعب للضن ولكن بعيدة مستوى تعال لاعب كورة القدم رياضيا أن يتكلم لك يعني يوصل إلى أوج العطاء تاعة وصراحة يبدأ تشوفه يعني يقوم ببعض الأمور تعتقد بأنه يعني هي أمور غير مستحيلة أووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تسديده والحارس يدخل حارس والدفاعي يدخله امتازه يسترجع الكورة ركنية ولا واحد ستجلي حد الآن غريب أمرك يا مباراة شوف لي من أين أتوا من أين ذهب الضون مازال في وسط منطقة العمليات ينتظر شوف 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 مازالت عنده القوة لياو الدفاعي يدخل في آخر لحظة صراحة أنا لو ما تدخلش المدافع كان يكون هدف باحتمال وبنسبة كبيرة جدا مرت بسلام كما يقول يعني بايد عن المرمى كوران ليو يدون 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 ماذا ضيعت لما كنت في شبابك مضيعت فرصة من هذا المكان الضون هنا يتحصل على بطاقة صفراء كورا تأود عند البورتغاليين رونالدو ماذا يقول للحكم يتكلم معه بغضب ويضغط على الحكم هنا في نهاية شوط شوف الكورا كان فيها تسلم كورا هنا عند فرنانديس برونو الدفاعي الدخل الدفاعي الدخل التوزيع والحارس يسقط هنا مازال المباراة ليست يعني ما فيهاش اهداف المباراة لما ما تكونش فيها اهداف احنا نشعره بالملل ولكن مازال مازال دقائق قادمة كورا من برناندو الدفاعي الدخل لا يبيه في المستوى العالي صراحة نشوف الدفاعي مازال يدخل مازال ناتشونات ناتو عفوا توزيع من لياو بيدا توزيع مرة اخرى ضغط برتغالي فالدقائق ضغط برتغالي فالدقائق في وضع التسلم شوف لاعب في المتخب برتغالي كان هناك لاعب في المتخب برتغالي يعني لا ادري ان كنتم تعرفوا ان كنتم من نفس الجيل تاي لعم كوريزما كوريزما كانت عنده كل الامكانيات بشي صبح يعني مثل الضون او اكثر ولكن الفرق بين كوريزما و كريستيانو هو ان كريستيانو كان اكثر احتلافا وكان اكثر خلينا نقوله ديسيبليني كان عنده المواضبة على التدريبات وكان عنده الاستمرارية وكان منضبط اكثر من كوريزما شوف كورة اولى هنا عند لياو الهدف الاول رافايل لياو يسجل ويتوج المجهودات التي قام بها بهذا الهدف هنا في هذه اللحظات هدف اول يسجل رافايل لياو بطريقة جميلة وكان هناك دفع وبرغم الدفع الا انه لا يبحط للكورة في الشباك رافايل لياو كما تشاهدون بداية الشوط الثاني سجل الهدف الاول فيها هدف جميل صراحة فنش جميل من لياو نظيف دفع يدخل هنا تعود الكورة نتخب برتوالي التدخلات هل هناك خطأ ما زال الكورة عند لياو ولياو عنده السرعة الكبيرة وعنده الامكانية والقوة البدنية شوف هنا احد المشجعين يدخلوا الملعب ما زال حد الان بعد سنوات من العطاء كريسيانو ما زال عنده الجماعير يدخلوا يبحثون عنه حتى في وسط المباريات هذه مثل هذه يعني ممكن هذا الشاب يدخل يكون احد المشجعين المدخب بولندي ولكن تقصيه من هو احسن لاعب هنا في هذه المباراة يقول لك على مرة تاريخ كريسيانو رونالدو في ضربة جزاء هنا ضربة جزاء صح الحارس انقذها برونو هنا يقول له لا ما فيش ضربة جزاء اوكي ادون على التنفيذ بسيطة بسيطة رونالدو يحاول اقتراب من الف هدف في مسيرته كما تشاهدون هنا يسجل الهدف الثاني اللي صالح المنتخب البرتغالي ويضاعف جراح المنتخب البولندي بأتي الطريقة سجلها بدون استعمال القوة هنا بل باستعمال الذكاء والاحتفال من ساروخ ماديرا كورا للمنتخب البولندي بعدها تسديدون هاريس هاريس ينقذ يعني شرف انك تلعب ضد الضون اه يا رونالدو ماذا تضيع يعني رونالدو نفذ المباراة بيمكنه انه يسجل حطرك عادي لانه ضيع فرصتين محققتين شوف الضون هنا تدخل دفاعي هل في ضربة جزاء لا يوجد ايش اعلا اعتقد بانه في ضربة جزاء هنا كورا هنا تسديد بابا بابا يا برونو اه يا برونو شوف الكورا كيف كانت قوية جدا صراحة يعني هنا طوفان من المنتخب البرتغالي في هذه اللحظات شوف برونو فرناندي تسديد طوفانية دخلت في الشباك بعدما اصطدمت بالعرض الوفقية تسديد من اه بابا 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 هدف رابع يعني كأن المنتخب البرتغالي قرر انه يسجل كل اهداف فيه الشوط الثاني نيطو يسجل هدف جميل صراحة وهذا اللاعب يلعب باليسار اكثر من اليمين وسجل بقدمه اليمنى بعدها مجهودات كبيرة قام بها خلينا نشوف هدف الثاني خلينا نشوف هدف الثاني المقصية كورا بولندية مازالت هنا شوف 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 للاعبين الصغار والكبار مثال للرياضي مثال للشخص المثابر والمنضبط خلينا من الهداف الباقية خلينا من كل شي شوف ما في هذا السن يا رونالدو في هذا السن رونالدو في هذا السن تقوم بلقطات مثل هذه بالله عليك عزيزي المشاهدين وأنا أشوف بأنه كريسانو رونالدو أسطورة مازال قادر يمد ومازال قادر يعطي الكثير والكثير في هذا الرياضة في الأخير عزيزي المشاهدين نشكركم على متابعة هذا الفيديو نتقي في الفيديو القادم إن شاء الله صلوا على نبينا محمد السلام عليكم